السلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم وليد وليد ورجعتكم فيديو جديد وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح يكون عن أفضل خمس مودات في لعبة جي تي اي سان اندرس قبل ما نبدأ شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وشكرا لكم على الدعم شباب الله يسعدكم لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ بسم الله ونتوكل على الله طبعا المود الأول شباب هو مود قيادة مركبات صغيرة وأيضا جديدة لأني أنا من قبل شباب هذه سلسلة الأفضل خمس مودات نزلت لكم عن هذا المود مود قيادة مركبات صغيرة لكن هذه المرة قيادة مركبات صغيرة جديدة ليست القديمة سأريكم إياها نفعل قائمة الغش نروح إلى مود اختيار سيارات ولازم نختار هذه السيارة بالضبط هذه شباب أوكي بعدها سأركف فيها هكذا لكي أفعل المود الآن سأفعل المود هكذا نعم ها هي انظروا شباب هذه المركبة الأولى الجديدة وأيضا هذه ليست جديدة هذه كانت من قبل اللي جربناها من قبل يعني في السلسلة السلسلة أفضل خمس مودات أوكي هذا هذا الدرون جديد شباب لاحظتم أوكي وهذه الصراحة هذه لونها أبيض لا تظهر ملامحها أوكي أو تفاصيلها وأيضا هذه الدبابة أيضا قديمة وهذا هذا لا أدري ما هو شباب كوب أو لا أدري خاص بالنبتة ليس كوب المهم نحن سنبدأ نقود الشيء الأول والسيارة الصغيرة هذه جميلة خلينا نختار لون آخر أوف يا ألوانة رائعة شباب الأزرق واو والله رائع أوكي أوف أوف أوقسم في الله إنه رهيب رهيب لا تقول لي تطلق يوجد علامة طلق تطلق لا لا تطلق ضغط لكن لا تطلق تعالي لا تستروا نفسها أوو لا نستطع ضربها لماذا لا تستروا نفسها تعال تعال لا نستطع مع الأسف شباب انظروا كيف تبدو دي السيارة مع السيارة يعني كبيرة نستطع أن نمر من تحتها وطوف نستطيع نعم أوكي والله رائعة الصراحة البالس تعالوا لا أستطع ضربهم مع الأسف انظروا والله جميلة جدا روح روح نشوف سرعتها شباب هيا بنا أوكي صوتها أيضا صغير ورهيب كيوت لاحظتم روح روح بطيئة قليلة لكن عادي هيا نمر تحت السيارة وطوف من الذي حضر البالس البالس سيارة البالس شباب هيا نذهب وراءها أوكي روح يا حبيبي روح هيا نغير بوم فجرتها لكي نغير شباب هيا بنا نختار الدرون هذا شباب الدرون هيا بنا أوكي لماذا فيه ثلاث مروحات والرابعة أين هي اختفت من الجهة اليسر لاحظتموها اختفت فيها كاميرا أتوقع شباب من الأسفل لكي تصور لقطات سينمائية وهكذا هكذا يستعملون درون لالتقى تصور وهكذا الفيديوهات السينمائية وتستطع أيضا أن ترمي قنبلة لأني جربتها انظروا بوم أوكي أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على هذه الشاحنة وفجرتها مع الأسف خلينا نغير الجو لأن الجو في الليل لا يعجبوني الصراحة هاي أبينا خلينا نرصب السيارة هكذا نعم لكي نجرب المركبة الأخيرة اللي هي تلك الهليكوبتر شباب لكن لونها أبيض مع الأسف يلا عادي ها هي لأدري ما هذه المركبة الصراحة تشبه هليكوبتر نعم هليكوبتر صغيرة لونها أبيض لحظتموا الصوتها أيضا هليكوبتر نرمي قنبلة هذه المرة من بعد هاكذا ارمي يلا فجري الواضح بأن ومع الأسف فجرنا مرة أخرى سي جي مات واحترق لاحظتم هذا هو الموض الأول الصراحة موض جميل جدا لأن رح نرح مع بعض إلى الموض الثاني يلا والموض الثاني شباب هو موض دخول رفاقك يعني يخلي رفاقك شباب أصدقاء سي جي يخليهم يدخلون معك إلى أي مكان تدخله ليس كما من قبل أنا لم أركب الموض لكي أريكم فقط في البداية أنهم لا يدخلون انظروا رح أخلي هذا الصديقي وأيضا هذا ثلاثة رح أخلي ثلاثة أصدقاء يتبعوني هيا يا بنا غروف ستريت هيا هيا يا بنا اتبعوني هم قادمين هيا يا ثلاثة أوكي الآن سأذهب إلى بيت سي جي لكي ندخل هيا لقد جاءوا انظروا شباب هاهم وراء الآن سأدخل أنا لم أنصب الموض كما قلت لكم ها انظروا لقد دخلت لم يدخلوا معي إلى المكان الذي دخلته لاحظتم لأن سأنصب الموض بعدها أرجع لكم الآن لقد نصبت الموض هيا لكن غريب اختفوا أصدقاء سي جي شباب الآن رح أروح لكي أرجعهم هيا بنا ونرى هل سيشتغل مض أم لا أوكي هاهم هاهم هنا شباب هيا نحصل على سلاح رح أخلي ثلاثة أنتم تستطيعون أن تخلوا السبعة كما تعرفون السبعة لحد الأدنى أوكي هكذا والثالث هيا 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 الثالث هيا اتبعوني هيا هيا غروف ستريت هيا نعم هم قادمين هيا هيا متحمس متحمس أوه بيع المخدرات تعال تعال إلى هنا يا كلب ماذا تفعل هنا تبع المخدرات أمام بيتي بوم فجر رأسه هيا لكي ندخل لحظة الحقيقة شباب هيا ادخل سأرى معكم وات لاحظتم نعم يشتغل الموض واو دخلوا معي إلى البيت أوكي وأيضا إلى أي محلات شباب ندخلها محل بيع الأكل وهكذا الحلاق إلى أي مكان ندخله يدخلون معي هيا اسعدوا من هنا يو يصعدوا لي يصعدوا غريب هيا اتبعوني أنا من هنا اصعد يصعدوا اوه نعم يصعدوا شباب يتبعوني إلى أي مكان أذهبوا أي مكان حرفيا اوه الصراحة هذه تجربة رهيبة ادخل إلى هنا هذا غرفة تغيير الملابس لكي نرى هيا نعم والله بالفعل نعم شباب يدخلوا إلى أي مكان والله أسطوري أسطوري هذا الموض حرفيا ليس كما كان من قبل يعني ينتظروني في الخارج لا يدخلون معي نهائيا هيا الآن سأخرج هكذا الآن سأذهب إلى أحد المطاعم شباب وهو مطعم البيتزا هنا مطعم البيتزا سأنتقل بالتليبورت سينتقلون معي واختفوا مع الأسف يجب علي أن أجد أخرين ها هم قريبين جدا مني سنحصل عليهم ونذهب إلى محل البيتزا هيا هيا غروب ستريت هيا سأدخل إلى محل البيتزا هيا الكنارة نعم يدخلوا هل يشترون معي البيتزا هيا 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 والله رائع رائع جدا صراحة أوكي سأشتري بيتزا شباب نعم لا أريد أريد الحجم الكبير هذه أتوقع خليني نشوف ليسا هذه فول هذا هكذا نعم هذه اشتري اشتري يا حبيبي كل سي جي خلاص أخرج أوكي هل هم أيضا يأكلوا لا لا يأكلوا أنا فقط اشتروا اشتروا هيا ماذا يفعل ذلك الشخص يقول السلام عليكم المهم هذا هو الموضة الثانية الآن راح نروح مع بعض إلى الموضة الثالث يلا الآن وصلنا إلى الموضة الثالث وأعتقد بأنه نعم نعم شباب هو أفضل موضة في هذا الفيديو حرفيا طبعا اللي هو موضة سيارة الضمار راح أقول لكم لماذا هي سيارة الضمار طبعا في البداية راح نذهب إلى الطريق السريع أوكي هكذا بموضة تيلي بورت نعم هكذا تيلي بورت أوكي هل أنتم جاهزين شباب جاهزين لكي نفعل الموضة هيا تري تو بوم ها هي أوكي لحظت انظروا 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 كيف أوف 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 ياوه لحظتم هذا هي اللي لأني قلت لكم بأنه أفضل موضة في الفيديو لأنه هذا الموضة انظروا السيارة كيف تخرج نيترو غريب من الخلف وأيضا في هذا الشي يخلي السيارات تطير انظروا كيف انظروا بوم أوف أوف يبقى في طريقها حرفيا هيا التاكسي تاكسي لا مررنا على التاكسي أوكي هذه السيارة المسكينة بوم روح التاكسي رائع رائع شباب والله أفضل موضة في الحلقة في هذا الفيديو حرفيا من دون منازع وانظروا أوكي هيا نجربها مرة أخرى وفيها نيترو آخر أيضا ها وشحنة الشحنة ضخمة خلينا نجرب أوكي ووو لم تستطع الشحنة أو ماذا والله صارح الشحنة ضخمة أوكي السيارات يلا السيارات هيا روح تاكسي تاكسي ووو لما تكون سريع شباب طير السيارة إلى السماء أكثر بوم روح يطلقون علينا الفاغوس الكيلب هيا روح روح أي سيارة لن تبقى في طريقه الدراجة أوف لاحظتم الدراجة هنا طارت أوكي جميل جميل هيا أوكي الناس تخيلوا نجربها عن الناس ماذا يحدث للناس هيا الناس رح يندعسون لما نمر أوه لاحظتم يصعدون أوكي لكن يندعسون في الأخير هيا روح طير روح شباب يطيرون إلى الأعلى أوكي هاي هاي الدراجة مرة أخرى روح يا الدراجة روح أي شيء لا يقف أي شيء في طريقها حرفيا لأنها مرة قوية سيارة الضمار كإسمها لاحظتم سيارة الضمر حرفيا أوكي خليني أنزل ونغير اللون يعني فيها ألوان أخرى هيا اللون هذا ما هو يعني اللون واحد الزرق فقط نعم هيا نجربها ونروح نجربها مرة أخيرة ونروح للموضة الرابعة شباب هيا الطاكسي الصراحة أحب الطاكسي أن أطيرها لأنه الراكلات ذلك الشخص المالك الخاص بالطاكسي دائما ما يضربني لما أسرق سيارته أو أضربها أو شيء يأتي لك يضربني هو فقط لكن السيارة الأخرى يهربون يخافون من سيجي لكن ذلك فقط لا يخاف لأدري لماذا هيا طير طير يا حبيبي أي سيارة لن تقف في طريقة حرفيا ضارت إلى أين أنت ذهب يا وليد لحظت زر شباب نسيت أن أشوفه معكم هيا يخلي السيارة يعني تقفز نعم يخليها تقفز هكذا إضغطها هكذا رائع رائع سيارة معدلة وسيارة الضمار حرفيا فيها كل شيء نيترو هذي اللي تخلي السيارة تقفز سيارة الضمار حرفيا المهم الآن شباب راح نرح مع بعض إلى المود الرابع يلا المود الرابع هو مود قاعدة ديليمور لركبي دراجات نارية أدري أنكم مستغربين من الاسم لكن هذا هو اسم المود شباب أوكي دعونا نذهب إلى ذلك المكان قاعدة ديليمور هكذا اسمها أوكي هنا هنا شباب يوجد علامة غريبة هايا لاحظتم ما هنا أوكي هايا اللي كي نذهب بموضة تيليبورت هكذا نعم لقد وصلنا أوكي ها هو شباب ها هو قاعدة ديليمور لركبي الدراجة نارية يوجد اسم ديليمور فوق أو ماذا ولا يوجد نعم المهم يوجد شباب هنا الدراجات الخاصة بهذا الأشخاص المافيا أوه لاحظتم أوكي خلينا نستكشف أيضا يوجد هذا هنا يدخن رجل عصابات هنا كلهم رجال عصابات وعكذا مشكوك في أمرهم لاحظتم انظروا هذا هنا يشرب والعياذ بالله هذا هنا يحرص أوه عنده سلح أنفور لكي يتصرف شباب أي شخص يأتي يسرق أو شيء يتصرف وهذا هنا يتضاربون شباب لاحظتم أتوقع أنهم شربوا كثيرا وهم الآن يتضاربون لا أدري لماذا المهم هاي اللي كي نكمل أوه لاحظتم يوجد شخص نائم فوق وطف لاحظتم فوق هذه الصناديق صناديق الدخيرة أو صناديق الشرب أتوقع أوكي ودراجات أخرى هنا وهذا الشخص يدخن هنا غبي صراحة هاي اللي يوجد دراجات في كل مكان شباب خصوصا هذه الدراجات freeway اسمها أعتقد خليني أشوف هال freeway أولا هكذا نعم يوجد هذه الدراجات خاصة بالمافيا هنا وهذا عنده سلاح أي سلاح شاتغان لحظتم ليست مسدسات شباب من النوع القوي العيار الثقيل هيا لكي ندخل شباب هنا يخلوني أدخل هكذا نعم أوكي هكذا لا يجب يعني أن أكون من عصابتهم لكي أدخل حدث قليتش مع الأسف لا لا شباب قلتش مع الأسف لقد دخلت إلى سيف جيم انظروا شباب هذا الصراحة لما دخلنا حدث قليتش هذه المرة لن نذهب إلى ذلك المكان اللي يخلينا نعمل قليتش المهم هنا نسيت أوريكم هذا المكان هنا لاحظتم لما نأخذ هذا التيشيرت الأزرق نستطيع أن نتغير إلى الشخصية الخاصة يعني هذا تحولنا هكذا لما ندخل هنا نتحول تلك الشخصية وهكذا شباب أوكي خلينا نغير إلى هذه الشخصية لأنها تشبه رجال العصابات حقا لاحظتم كيف أوكي هاي عنده سكين كل شخص يعني عنده شيء مختلف خلينا نشوف هذا اللي في النصوش عنده هيا بنا شباب أوكي هذا عنده سكين والآخر سكين وهذا مضرب أوكي نعم هيا خلينا أنا أيضا شفت في الجهة الأخرى يوجد مكان للدخل خلينا نجرب أوكي من الجهة الأخرى هيا شباب هيا لكي نرى أن يدخلنا ذلك المكان أوكي هنا نعم هيا هيا روح أوكي نفس المكان نفس المكان نعم شباب لكن لن نذهب إلى المكان الآخر لكي لا نتقلتش كما المرة الأخرى خلينا لن ندخل إلى هذه الضائرة الحمراء نستكشف المكان هنا يا ربو ما نسقط توجد هنا هذا البلياردو لا نستطع أيضا نلعب فيها شباب لاحظتم لأن لا يوجد أي شخص نلعب معه هنا ماذا يوجد الكيتشوب والمايونيز أو الخردل المهم هي هنا شباب أنظروا ماذا يفعل ليشربوا العياذوا بالله لاحظتم وأكيد راح يدوخ شباب لأنه آثار الشرب راح تشوفون كيف هاي يتوقف خلاص مليون شربة لاحظتم ها كما قلت لكم داخ أوكي هاي يبين لكي نخرج من هذا المكان الغبي الصراحة لاحظتم هوا لازل دايخ نعم لازل دايخ توجد طائرة واختفت غريب المهم هذا هو المود شباب قاعدة ديليمور اللي راكي به الدرجة النارية هاي الآن راح نروح مع بعض إلى المود الخامس والأخير المود الخامس والأخير هو مود وكالة بيع السيارات طبعا موجود في مدينة سنفيرو هنا في هذا المكان بالضبط هاي يبيني شباب لكي أريكم المود ها هو نعم ووكالة بيع السيارات رائعة لم تكن موجودة من قبل أتوقع شباب أو كانت موجودة وفقط أضفوا السيارات لي يعرف يخبرني في التعليقات المهم خلينا ندخل أوكي هنا يوجد حراس شباب يحرصون هنا نعم هيا ندخل توجد صور السيارات فاخرة أوكي أتوقع شباب هذه السيارة موجودة في اللعبة والله لا أدري هذا لا أدري الصراحة شباب والله نسيت المهم هنا مكتب وهذا الحراس هنا ليملكون أسلحة غريب يحرصون فقط المهم هاي السيارة شباب يحرصون هنا أوف المحرك الخاص بها أوكي هاي السيارة أخرى نعم السيارة هاي السيارة هذه موجودة أتوقع اسمها الانفرنس شباب صحيح إذا أنا مخطئ صحيح لي في التعليقات أوكي هذا الأشخاص يتحدثون هنا أتوقع ذلك الشخص اشتري السيارة وهم يتحدثون أو لا أدري أوكي يوجد هنا حارس آخر وهذه السيارة نعم ما اسمها غريب خليني لكي أرى اسم هذه السيارة شباب الشيطة شيطة شباب نعم سيارة الشيطة أوكي أتوقع هي ثالث أسرع سيارة أو ثاني أسرع سيارة أو لا أدري أتوقع ثالث نعم هنا ماذا يوجد هذه السيارة السريعة ركب في هذا الشخص وهذا يفحص في المحرك أو ماذا يركب في المحرك والله لا أدري نستطيع فتحها أوكي انزل انزل سيارتك هذه اشتريتها هيا آسفين نستطيع أخذها لا لا نستطيع شباب انظروا أنا أقودها لكن لا أستطيع هيا هيا انزل ليست سيارتك يا سي جي لماذا تسرقها هيا هيا اركب اركب هيا لقد نزلت غريب بصراحة خليني أجرب تلك الحركة هنا وماذا يحصل له هيا لنستطيع لنستطيع شباب لنستطيع مع الأسف أوكي خلينا نكمل نستكشف هنا يوجد هذا الحارس وهذا سيارة الأنفرنس شباب خليني أشوف لكي أصحح إلى نفسي أصحح لنفسي أنفرنس نعم الحمد لله أني كنت صحح يعني أوكي لقد صححت لنفسي الآن ما الذي حصل علقت هيا هيا خلينا يوجد شباب أيضا صور سيارات في كل مكان وأيضا هذه السيارة السريعة ها هي نعم أتوقع شباب هذه هي الثاني أسرع السيارة نعم أتوقع أوكي خلينا نصعد أيضا في السلالم يوجد سلالم كثيرة طوابق يعني كثيرة لكي نصعد لها هنا أيضا هذه السيارة ها هي وهذه ووو يوجد هذا الشخص هنا وأيضا هذه السيارة السريعة أوكي هذا الطابق الأخير شباب نعم توجد هذه السيارة وفو في السيارة رائعة شباب رائعة جدا نستطيع أن نركب يعني في أحد السيارات هنا خليني أركب يا ربو تتحرك يا ربو أوكي أوو نعم الحمد لله تتحرك وأتوقع شباب إذا ما خضني ذلك هذا الخفي هو زجاج لكن هو ليس مبين يعني كأنه غير موجود لكنه زجاج راح أبرهن لكم ها أنظروا لما ننطلق راح ينكسر بوو موفوف انقلبت مع الأسف خسرت هذه السيارة الغالية ووو لاحظتم الله هي رائع رائع وكالة بيع السيارات فجرنا لهم هذه السيارة وات لم تنفجر غريب لماذا يعني السيارة الموجودة في الداخل لا تنفجر ووو ستصدمها شباب بوو موف وهرب يا سيجي صدمتنا ووح لاحظتم أوكي هذه هي الموضة أتمنى أنها أعجبتكم شباب أخبروني في تعليقات ما رأيكم بالموضة وفي الأخير لا تنسوا والله واشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وشكرا لكم على الدعم شباب قربنا للمائة ألف مشترك والله شكرا لكم الله يسعدكم ويلا شباب أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله ومع السلامة